هنتكلم الليلة عن يخفاء الروت عن التطبيقات البنكية او بعض الالعب لكن الكلام ده يا جماعة خاص بالاصدار 24 يعني ما 23 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله طيبين يا جماعة وان شاء الله منورين وبخير وعافية ومشتاقين والله كتير جدا وطبعا نرجع يتكلم عن حاجة بسيطة جدا اللي هو يخفاء الروت طبعا ما بشكل يععم لانه يخفاء الروت فيه كلام كتير اللي يخفاء الروت لكن تتكلم عن نقطة معينة ممكن تنجح معك وممكن ما تنجح معك لكن الكلام ده قلنا موجه للاصدار 24 كويس انا هحتاج لشنو في الموضوع ده طبعا بالزات احنا جربناها في التطبيقات البنكية كويس في الالعب ما جربناه لكن ممكن تجربه وتوريده رايق كويس اول حاجة عشان انا اعمل الموضوع ده هحتاج لتطبيق اللي هو تجميد تجميد تطبيقات تطبيق للتجميد اللي هو اسمه اي سي بوكس اي سي بوكس تطبيق ده لو عندك بجميد لك التطبيقات او تطبيق تاني حنشوف اسمه بعد شوية وارك له اير فريس ده تطبيق ده برضو كويس يعني لو اشتغلت بيده او اشتغلت بيده تاني كلهم ماشين ده او ده كويس هعمل شنو اول حاجة همشي المجلس مانجر وهعمل الاخفاء الطبيعي بتاعي لكن بس فنقطة لو انت على 23 سوري لو انت على 24 مسلا فاصل ثلاثة لاني ده وقمت اخفيت الروت او قمت رجحت لهو 24 فاصلة واحد او اقلم يعني حاولت تلعب في اللعب في الاصدارات حيحصل معك مشكلة انه ما هيختفي الروت يعني ما هيكون في مشكلة في الاخفاء عشان كده ما تلعب في الحدة دي نمشي بعد كده طبعا اول حاجة الاخفاء الطبيعي انك تعمل اللغة بالانجليزي اول حاجة اا بعد كده طبعا هتمشي الضبط طبعا انك نلاحظت انه انا ما عمل له وسط ان يخفى كويس. هتمشي طبعا هتفعل الخيار الخيار ده هيكون مفاعل معك كويس. طبعا الخيار بتاع ده ما هيكون مفاعل. ليه ما هيكون مفاعل? لانه يدت عندك الاضافة بتاعة الشاوميكو قاعدة. الاضافة بتاعة الشاوميكو انت ضايفة علشان كده الخيار ده ما في داعي انك تفاعله لازم يكون مغفر. الاتنين ما بتفعلوا مع بعض. لانه بتحصل لك مشكلة بعض مرات. هتعرف اللي قدام. هنا طبعا هنمشي اللي اللي هو اللي هو اللي هو القائمة بتاعته بتاعت الاخفاء. عشان هنقوم اخفشنه اللي هو باعتباره برمجيات الرودي يعني. كويس. همشي عمشنه. في الحتة دي. هنا هتمشي تخفي التطبيق. الدار تخفي عنه الرودي. الاخفاء الطبيعي يعني. انه مسلا عندي تطبيق البنكك ده مسلا عندي تطبيق هنا بتاع بنك. اقوم اعمل له الصح. كويس. يعني اعمل له اغفاء بالطريقة دي يعني. كويس. انا طبعا هنم اخفي اللي هو تطبيقين. اعمل له اغفاء. اللي هو بيكتشفي الرودي. بعد ما عملت لهم اغفاء. هتتم في 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 القائمة بتاعتي. هاقوم امشي. هنا. هنا طبعا كاتب ليا. ريستور. هنا دي استعادة. هنا. هتمشي هنا حتى تقليم وكتب لك شنو اغفاء في الحتة دي. كويس. طبعا هنا ما در اعمل استرجع لان اصلا عندي. هنا هتعمل اغفاء مجلس هاي. وهتكتب الاسم بتاع الاخفاء الطبيعي. بتاع التطبيق. هتسميه اسم. بعد ما تخلص طبعا هيختفي معاك. بعد ما عملت له اغفاء الطبيعي اللي احنا قاعد نعرفه ده. بعدنا خلصت منه. ممكن تفتح تطبيق اللي بيكتشفي الرودي. هتلقاهه برضو بعض مرات بيكتشفي ليك الرودي. هنعمل شنو? هقوم نخفي اللي هو المجلس مانجر. ده المخفدة ذاته هتقوم نعمل له بتجميد. وضحت الفكرة. هتمشي مسلا للتطبيق ده والتطبيق ده يواحد منهم. تفتح التطبيق ده. كويس. هجيك طبعا هنا الغاية مفاضية. هتقوم تختار بعد ما سبب التطبيق يعني محتاج صلاحية الرودي. هتمشي في كلمة ابس. هتدقي هنا التطبيقات بتاعتك. هتقوم تختار لي اللي هو الملف بتاع المجلس اللي اتتع من تلوي غفاء. طبعا حرف الليو بحرف الاس اللي هو هندها الليو. تمام? بعد ما عم تلوي الصح هيقوم ينضاف عندك في الغايمة. ينضاف عني في الغايمة. طبعا هنا بعض ما ينضاف. هيكون ما لونه بالظهر يعني. نفتحه وانا كفاش انا ولك هيكون شكله كيف. هيكون هنا اللون الظاهر ده هيكون ما فيه. الظاهر ده كده يكون فيه معناها تجميد. هتضغط هنا. مسافة. هتلقى انه المجلس بتاعي هنا اختفى. ما فيش في الجهاز. لو فتشته هتلقى انه الاختصار بتاع المجلس ما فيش. ماشا وين? انا عملت له تجميد. لو حاب تظهره هتمشي هنا في التطبيق تفتحه وتخش من جوة تعمله وفتح. فتح معي التطبيق. بعد ما يفتح معك. هتلقى انه التطبيق ظهر عندك تاني من جديد. هتلقاه عنده هل هو ظاهر قاعد. تمام? اذا هنا عملت له شنو? ايقاف او تجميد. كويس. بعد ما تعمل له تجميد او ايقاف. كويس. هتمشي طوالي. كده نمشي. ضحصة. او اندلوي اللي هو تجميد. نمشي نعمل بالتطبيق بتاعي ده. فحص. انا صبعا عايف مين هو تطبيق ده. كويس. هتلقاه كله بيقلك باشنو باللون الاخضر. طبعا عندي مشكلة هنا في الاكسبوس. ده موضوع تعني ما عندكم بوشة بلا. كويس? يخفى الايديكسوس. تمام? لكن هتلقاه كلها بيقات شنو صح? بيقات صح معناها انت اخفيت. تمام? وبعد كده او كده تفتح تضييق البنكة هيشتغل معاك تمام من غير اي مشاكل. طبعا في مواضيع تانية مفرض ما هنتكلم عنه هس في فيديو تاني هنتكلم عنه مسلا انت لو فاتح هتعمل شنو? لو انت مسلا اخيار مطور فاتح هتحتاج اضافة معينة كويس. لو قلت عندك روب معدل زي حق جدا برضو بقى في بعض الرومات بيكتشفوها محتاج برضو اضافة معينة تنزيلة كويس يعني حكنا مع الكلام ده ان شاء الله في فيديو تاني. كويس لكن هنا اتكلمتك عن شنو اللي هو اخفاء اللي هو الروت عم التطبيقات البنكية او بعض التطبيقات وممكن تجربه في الالعاب تشو بتشتغل معك ولا ما بتشتغل معك. طبعا احنا ما جربناه في الالعاب جربناه في تطبيقات البنكية واشتغلت من غير اي مشكلة. لكن بس ما وضحت الفكرة. انا كده خلصت كلامي. لو عندك اي حاجة ممكن تكتب لي في التعليقات. وايس. واي واحد طبعا لازم يا جماعة تجربتوا تكون موجودة معانا في التعليقات عشان كل الناس تستفيد من التجربة بتاعتنا. وكالعادة ما تنسى الاشتراك في الغنى واللايك الجميل بتاعك. وايس طبعا يا جماعة الاستراك في الغنى واللايك بيدعمنا ان شاء الله لقدام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.